النوع الثالث من الكرماتوغرافي column chromatography اللي هي العمود frequently used by organic chemists to purify liquids and solids يعني to purify نحصل على liquids أو solids كتير pure نقية an impure sample is loaded onto a column of adsorbent such as silica or alumina يعني منعمل slurry silica اللي هي الadsorbent رح نعبيها جوه الcolumn بعدين an organic solvent or a mixture of solvents the illuant flows down through the column رح نخلي الموبايل phase نعبيها من فوقها من فوق الadsorbent السيليكا بعدين components of the sample separate from each other by partitioning between stationary phase اللي هي الباكت material and the mobile illuant هفي عنا partitioning أو partition chromatography طيب يعني يتم جمع اللي وانت باستمرار fraction يعني على شكل مجزأ على شكل أجزاء وهدول fractions are typically analyzed by thin layer chromatography to see if separation of the components was successful يعني بعد الcolumn chromatography ممكن نروح نستخدم TLC برضو لحتى نعرف نفصل المواد عن بعضها خلينا نشوف كيف الكولم الكرماتيографي is a chromatography technique in which separation is carried out in column the column is filled with a stationary phase which can either be silica aluminium or cellulose the bottom of the column is packed with cotton or glass wool to support the stationary phase the column preparation is usually carried out by two methods number one wet method and number two dry method in wet method the stationary phase is mixed with a mobile phase to make a slurry and then packed in the column in dry method the powder of stationary phase is directly added to the column once the power اوكي اذا فينا نوعين من الكلوم preparation اما wet او dry methods بالويت method يتم خلط ال stationary phase مع المobile phase فيما يعرف بالslurry وبعدين منعبيه داخل الكلوم طبعا الكلوم من النهاية هون مفتوح لكن عشان ما تهر المادة وتنزل كلها مرة واحدة بنحطهن اما wool اللي هو صوف او قطن غالبا قطن بيستخدمو لحتى القطن عبارة بيشتغل زي مصفاي بيخلي البودر اللي هو السيليكا فوق وبس بيمر الموبايل phase طبعا اذا احنا سمحنا لها لانه بيكون في عنا valve او صمام بنفتحه او بنسكره من تحت القولم بينما بالدراي method بيصير بنعبي بس السيليكا وبعدين بعديها من هون بنصير نضيف الموبايل phase من الاعلى في هون معلومة مهمة كتير انه انا لازم لما احط السيليكا سواء بالwith او الدراي method مش لازم يكون في اي bubble يعني فقاعات داخل القولم معناته الشغل كله تباعي غلط لانه بيكون في مناطق فاضية من السيليكا وانا مش لازم يكون في مناطق فاضية من السيليكا او او هون لو سألت اي الباندز طبعا هاي الباندز عبارة او الملونين هدول عبارة عن مواد تم فصلها كانت عبارة عن سام بل كلها ما هون وفجأة لما حطينا الموبايل فاز صارت تمشي 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 اشي ماشى فترة طويلة واشي ماشى اقل واقل فهكذا طيب لو سألنا الgreen ولا ال bearbell هذا اللي بيحب الموبايل فاز اكتر مين بيحب الموبايل فاز اكتر هل هو الgreen ولا الbearbell كيف نحكم بنقول انه الموبايل فاز هاي احنا صابينها من فوق وبتمشي مع الجاذبية بظلها تنزل لتحت ومن تحت منظلنا نفتح ونسكر لحتى ناخد اجزاء من الموبايل فاز وبالتالي طبعا منظلنا نضيف لحتى يظل الموبايل فاز فوق السامبل او فوق حتى الستيشنري فاز طيب كيف بدي احكم بقول انه الاخضر ضل ماشي مع الموبايل فاز معناته بيحب الموبايل فاز بينما البربل تأخر معناته بيضل ماشي مع او ضل متأخر لانه في affinity او في ميل اله للستيشنري فاز اللي هي السيليكة طيب كمان سؤال which is more polar هل هو الاخضر ولا البربل اللي بيحب الستيشنري فاز اكتر بيكون polar اكتر لانه قلنا الستيشنري فاز عبارة عن سيليكة او الومينا او سيليلوز وهدول الثلاث مواد بيحب polar polar compounds فالمواد اللي بتحبهم بتكون polar بينما المواد اللي بتمشي مع الموبايل فاز بتكون non-polar اذا الگرين is non-polar بينما البربل is polar اوكي to increase the flow rate of the mobile phase a bump or pressurized gas like argon or nitrogen can be used هون اذا انا بدي بس اسرع العملية ممكن اعمل bumping لغاز يعني اعمل زي ضخ لغاز من الاعلى وبالتالي كيف اللي مثلا احنا عنا انبوب وفيه شوية مثلا سائل ومش عم يمشي بسرعة اروح انفخ انا في الانبوب من فوق نفس الشي كاني بعمل ضخ لغاز لحتى يسرع العملية فيمشي الموبايل فايز بشكل اسرع هاي الفراكشنز اجزاء كل فترة بنعمل لاحظوا انه البانس كل واحدة اخذها لحل وحدها طيب هون التعريف اللي حكينا عنها قبل اللي هو الموبايل فايز اللي طلعت وطلعت اول شي بنسميها ejو. تمام بينما هدول المواد اللي بتحت سوري الموبايل فايز مع السامبل تبعتي الليравملت لهم فصل بسموهم اليوويت انا بيهمني اليوويت هاي اللي هي عبارة عن الموبايل فايز اللي دخلت وطلعت بسميها اليويت سوري هلا اللي دخلت اسمها اليوانت لكن اللي طلعت اسمها اليويت نظلنا متذكرين ترجمة نانسي قنقر Then it's known as gel permeation chromatography. مش هدول. بس بهمنا أول نوع عن الكلام chromatography. مشهدت مع ننطولار solvents such as hexane is then placed. Now a thin layer of acid washed sand is again placed on top of the stationary phase. The mixture to be separated is now dissolved in a highly polar solvent which could be for example alcohol and is introduced into the column. Now let's see what happens after some time. The components of the mixture separate and they form thin bands. The component that is more weakly absorbed Will move faster through the column And therefore will get separated first And the component that is most strongly absorbed As expected will be separated the last هون عنا طريقة تحضير السيليكا سلري عادة بيحطوا السولبانت على السيليكا ولاحظوا أنهم بيستخدموا الجلاس رود عشان يحركوا وبيحركوا شوي شوي عشان ما بدنا يصير في عنا بابلينج ما بدنا ولا أي بابل تكون موجودة في السلري باستخدم جلاس لود رود تو إليمنيت أي أي بابلز عشان لما بدهم يعبوها في الكلام يكون الأمور مسيطرة عليها وما في عندي أي أي بابلز هون بدهم يعبوا في الكلام لاحظوا هون ما يشبه زي كيف لما نضيف النشا مع المي ممكن أنه يصير في عنا منطقة فيها نشا بالقاع والمي فوق هون أضفوه للقلم بعد هيك بدهم يتركوا السيليكا شوي وبعدين بدهم ينزلوا السولبانت من تحت لحتى يوصل لطبقة خفيفة فوق السيليكا السيليكا بكل الأوقات مش لازم ينشف هون شو عملوا؟ عم يعملوا زي مضخة عشان يسرعوا نزول السولبانت من الأسفل مضخة زي ما قلنا عن الجاز قبل شوي نممكن نستخدم الجاز لحتى نسرع مرور الموبايل فيز طبعا هون هاي السولبانت أو الموبايل فيز لعند فوق السيليكا شوي بس مش لازم نترك السيليكا يصر لها دراينج أو بيخرب كل الشغل هون منضيف شوية ساند في نهاية الكولم وفي بدايته عشان ينثبت الأمور ويضل الأمور مسيطر عليها بعد هيك السوليوشن اللي أنا بدي أعمله فصل بعمله بالبيبت بحطه فوق الكولم أو بالكلم من فوق وبعدين بتركه لحتى يبلش يمشي من خلال الساند وبالتالي يدخل على السيليكا تمام لاحظوا كيف مشت المادة الصفرة وبلشت تظهر في تحت الساند يعني بلش تدخل على الكولم هلأ قلنا قبل إنه ممكن يكون في عندي وتميثود أو دراي ميثود بس بالوتميثود بيكون السولفانت هو نفس الموبايل فيز بس بالدراي ميثود بيكون في عندي السولفانت وبيكون في عندي موبايل فيز السولفانت بس بدوب في السيليكا بينما الموبايل فيز بتكون هي النون بولر ماتيريال طبعا هم بدي مستخدموا جاز برضو لحتى يسرعوا العملية وينزلوا الموبايل فيز طبعا الموبايل فيز بتمشي بتمشي مع هالسامبلز أو جزء منها على الأقل هون الإليوانت اللي قلنا عبارة عن بس من الموبايل فيز بدون المواد بصر اسمها إليو وايت إذا صار فيها مواد هون هذا اللي حكينا عنه فراكشنز يعني بياخدوها على شكل أجزاء إليوت معناها تخرج إليوت تخرج لحظوا هون صار فيه مواد المادة اللي بعم تطلع فيها من المواد اللي احنا حطيناها فهون استخدموها وبعدين راحوا لما اللي هو thin layer chromatography استخدموا من المواد هاي وحطوا في عملوا different TLC لحتى يعرفوا أي هاي المواد وكيف مشت وهل هي pure ولا غير ولا مش pure size exclusion chromatography هي الجل permeation chromatography اللي قالولنا عنها قبل شوين وقلنا إنه إحنا ممكن رحنا كينا عنها بعدين طبعا هي تعتبر نوع من أو جل filtration chromatography طبعا تعتبر نوع من column chromatography separation of molecules is based on their size by filtration through agile معنطه هون في عنا size هو اللي محدد كم بدها تمشي المادة خلال القولم molecules separate based on their size as they pass through the column and are eluted in order of decreasing molecular weight larger molecules elute first يعني لو بدنا نيجي على هذا القولم اللي بيكون هون بيكون هو of large size اللي بيكون لورة شوي بيكون of lower size طيب ليش؟ لأنه smaller molecules diffuse more frequently and deeper into the pores of the backing matrix يعني المادة اللي بيكون موجودة في الجل اللي هون المواد لما بتكون حجمها صغير بتضيع فيها أو بتاخد فترة أطول لحتى تقدر تتمر عبر جزيئاتها فالمواد اللي حجمها كبير هي اللي بتمر أول والمواد اللي حجمها أصغر بتمر متأخر بورس يعني بينهم فراغات تلاحظوا كيف بدخلوا جوا البيت عشانك للsmall size بطولوا لحتى يطلعون القولم بورس يعني تنقية المواد الحيوية involve separation of molecules on the basis of their charge بناء تابعاً لشحنتهم تمام؟ بناء على إنه الستشنري فيز بتكون بولر وبتكون مشحونة طبعاً في عنا two types of ion exchange separation إما كتايونيك يعني موجب الشحنة أو an ionic exchange فبيكون سالب الشحنة لاباقاً يا إيقال otro إيقال خممم يلى أحباب charge and attracts the sample molecules with the opposite charge. The stationary phase is also known as the ion exchanger. The ion exchange chromatography is widely used for the separation and purification of proteins, peptides, nucleic acids, polynucleotides etc. The ion exchanger can be of two types. Cation exchanger and the ion exchanger. Cation exchanger has a negative charge and attracts positively charged cation while an ion exchanger is positively charged and attracts negatively charged anion. لحظوا هون الكاتيون exchanger هو attract cation يعني بيجذب الموجب الشحنة بس هو بيكون negatively charged. لأن الشحنات المختلفة تتجاذب. بينما الانيون exchanger بيكون attract anions. فمش هو اللي بتكون شحنته سالبة. بالعكس هو بيكون موجب الشحنة. فبيبيجذب المواد اللي شحنتها سالبة. Different functional groups such as carboxyl, carboxyl metal, sylpho, sylpho metal etc. can be used as a cation exchanger. هذا المواد ممكن استخدمها. Buffers having negatively charged ions like acetate, phosphate etc. can be used with cation exchanger. On the other hand, functional groups like amino ethyl, trimethyl, amino ethyl etc. can be used as anion exchanger. The buffers used with anion exchanger has a positive charge, for example tris buffer. Let's try to understand the separation of proteins with ion exchange chromatography. At isoelectric pH, the net charge on the protein is zero. That is proteins have equal number of positive and negative charge. If the pH is shifted one unit above the isoelectric pH, then the protein will have net negative charge. And if the pH has shifted one unit below the isoelectric pH, then the protein will have net positive charge. Before proceeding further, it must be checked at which pH the protein is stable. If the protein is stable at pH one unit above isoelectric pH, then anion exchange chromatography is preferred as the protein will have a negative charge. And if the protein is stable one unit below the isoelectric pH, then cation exchanger chromatography is preferred as the protein will have a positive charge. Okay. معنا الكلام انه احنا لمن نعمل separation of proteins في الion exchange chromatography. شو بنا نعمل؟ نشوف هل هذا البروتين ستيبل على على بي اتش وبيكون negatively charged أو positively charged. يعني يحمل الشحنة الموجبة أو يحمل الشحنة السالبة. إذا كان يحمل الشحنة السالبة معناته بنا نستخدم الion exchange anion exchange chromatography. بينما إذا كان يحمل الشحنة الموجبة معناته بنا نستخدم الكاتايون exchange. تمام؟ Once the protein binds the stationary phase in the column, illusion of protein can be done by changing in the pH or by changing the ironing strand. Okay. في شغلة هون. بس خليني اي او. Okay. يعني هون بدي يكون لما بنحط البروتين في ال anion exchange أو الكاتايون exchange. تمام؟ الكاتايون او الانيون. اه اللي بيتحكم في الموضوع هو البي اتش. بتغيير الى البي اتش. بخلي البروتين positively charged. معناته المادة اللي موجودة ك stationary phase لازم تكون negatively charged. وكل ما زادت ال strength تبعتها. يعني قوتها. يعني negativity تبعتها او positivity تبعتها بيكون ال attraction تبع البروتين اعلى. وبالتالي بيبضل ماسك باللستشنري phase. وما بيقدر يمشي مع الموبايل phase. فهون فصل البروتينات او فصل المواد تبعا للشحنة اللي يتحملها. وكل ما كان الشحنة مثلا موجبة اكتر على المادة. معناته بدها تمسك بال negative charge على المادة المادة الاستشنري phase بشكل اكبر. فبالتالي ذا تتأخر. بينما المواد اللي بتطلع قبل بتكون الشحنة تبعتها اقل. وبتكون بتحب الموبايل phase اكتر من الاستشنري phase. موسيقى ...مolecules based on their charge. As well as other forms of chromatography. In ion chromatography there is a mobile phase which generally consists of buffer solution. And there is a stationary phase which consists of a matrix that contains charged ionizable functional groups. This type of chromatography is subdivided into anion exchange chromatography and cation exchange chromatography. In anion exchange chromatography negatively charged molecules are attracted to a positively charged solid support which is usually beads that provide a positively charged surface such as resin quaternary ammonium. In cation exchange chromatography positively charged molecules are attracted to negatively charged solid support which is commonly beads that provide negatively charged functional groups such as resin methyl sulfate. Ion exchange chromatography is frequently used for the separation and purification of proteins. The basic process of this chromatography can be represented in four steps. Conditioning or equilibration of the stationary phase, sample loading, washing and elution of the retained molecules. The first step is the equilibration of the stationary phase to the desired start conditions. The pH and ionic strength of the sample buffer are selected to ensure that, when sample is loaded, proteins of interest bind to the medium and as many impurities as possible do not bind. Therefore, the same buffer is used for the equilibration of the stationary phase. When equilibrium is reached, all stationary phase charged groups are bound with exchangeable counter ions. Such as chloride or sodium. When the column is equilibrated. The second step is sample application. Depending on the pH of their environment, proteins may carry a net positive charge, a net negative charge, or no charge. This net charge can be determined by comparing the pH of each protein with the pH of the buffer. Proteins are large biomolecules, consisting of one or more long chains of amino acid residues. Amino acids are organic compounds that contain amine and carboxyl functional groups, along with a side chain specific to each amino acid. Depending on the pH of their environment, the amino group can be protonated and became positively charged. The carboxyl group can be deprotonated and became negatively charged. And the side chain of some amino acids can become positively or negatively charged, due to the gain or loss, of protons. So, the net charge on the molecule can be positive, neutral, or negative. The isoelectric point or PHI, is the pH at which a protein carries neutral charge. At a pH below their isoelectric point, proteins carry a net positive charge. And at a pH above their isoelectric point, they carry a net negative charge. In this example the pH of the buffer is equal 5, consequently, protein A has a net negative charge. And both, protein B and C, carry a net positive charge. In addition, protein C is more positively charged, since its PHI is higher than the PHI of protein B. If we apply cation exchange chromatography, protein that has a net positive charge, it will bind to the negative charge beads of the stationary phase. On the other hand, uncharged proteins, or those with a net negative charge would not bind. They pass through the column at the same speed as the flow of buffer. When all the sample has been loaded, the next step is column washing. The column is washed with start buffer. To ensure that, all non-binding proteins have passed through the column. When all the sample has been loaded and the column washed, conditions are altered in order to elute the bound proteins. Most frequently, proteins are eluted by increasing the ionic strength of the buffer, or, occasionally, by changing the PH. As ionic strength increases, the salt ions compete with the bound components for charges on the surface of the medium, and one or more of the bound species begin to elute and move down the column. The proteins with the lowest net charge at the selected PH, will be the first ones eluted from the column, as ionic strength increases. Similarly, the proteins with the highest charge will be most strongly retained, and will be eluted last. The protein B has the lowest net positive charge, so it can be eluted first. Then, protein C with the highest net positive charge, it can be eluted next by increasing the salt concentration. Also varying the PH of the buffer can be used to affect the separation, and to elute the retained proteins. As we seen, the PHI of the protein B is equal 7, and the PHI of protein C is equal 9, so if we add a buffer with PH above the isoelectric point of protein B, and below the isoelectric point of protein C, the protein B will become negatively charged, and can then be eluted. The protein C is still charged positively, consequently, still retained. Next, protein C can be eluted if we apply a buffer with PH above its isoelectric point. So, it becomes negatively charged, and it will pass through the column. One of the primary advantages for the use of ion chromatography is only one interaction involved during the separation. Another advantage of ion exchange is the predictability of elution patterns. By controlling changes in ionic strength or in PH of the buffer using different forms of gradient, proteins are eluted differently in a purified concentrated form. Okay. طبعا, the ion exchange, with size exclusion, sometimes, بيعتبروهم نوع معين. يعني نوع مختلف عن الكلام نكروماتوغرافي تماماً. لكن زي ما شفنا قبل شوي إنه فيه كان مرجع بيحدد إنه هدول النوعين هم أحد أنواع الكلام نكروماتوغرافي بشكل عام. فإحنا المهم إنه إحنا نعرف البرينسبل تبعهم والموبايل فيز إشياء والمبدأ اللي بيشتغل عليه هذا النوع من الكروماتوغرافيا. موسيقى